موسيقى عزيزي سادة المشاهدين اهلا ومرحبا بكم عودنا اليكم في جزء التاني من حلقاتنا من البرنامج كونسولتو الجزء اللي انتو كلكم بتستنوه عشان نناقش معاكم اهم المواضيع الطبية اللي انتو بتهتموا بيها وتبعتونا دايما اسئلة عنها النهاردة زي ما عودناكم في الجزء الاول من حلقاتنا قلنا ان الموضوع هيكون موضوع مهم وموضوع يعتبر موضوع قومي موضوع منتشر وموضوع زاء همية خاصة هو موضوع أورام الثادي عند السيدات طبعا العالم كله كان بيحتفل الشهر الماضي باليوم العالمي لأورام الثادي شهر أكتوبر وكلنا بما فيها مصر طبعا شاركت بمؤتمرات وبمحاضرات وببيبرز علمية عشان نتكلم فيها عن هذا الموضوع الفترة اللي فاتت الحمد لله يعني احنا كنا دايما لما بنيجي نتكلم عن في المؤتمرات عن أورام الثادي كنا بنتكلم ونقول هي مشكلتها الوحيدة ان التشخيص بتاعها مكلف مكلف ليه عشان الأجهزة غالية وبتكلف المرضى المبادرة رئيسية للسيد رئيس الجمهورية السيد عفتاح سيسي للكشف المبكر عن أورام الثادي لغت الموضوع ده خالص الحمد لله بقت العربيات موجودة في جميع المحافظات وموجودة في جميع مراكز الأورام عن مستوى الجمهورية واللي بيقوموا بالخدمة دي بيكونوا طبيبات وفنيات كلهم بحيث ان ما يسببوش أي حرج للسيدات فالموضوع دلوقتي بقى جميل وبقى سهل وسهل جدا 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 التشخيص طيب احنا عايزين بقى نفهم يعني ايه أورام الثادي ايه الفرق بين الأورام الحميدة والأورام الخبيثة طرق التشخيص الاعراض ازاي الواحد يكشف على نفسه كل اللي انتوا عايزين تسأله عليه طبعا تليفوناتنا موجودة عنده تقدروا تتصلوا بنا على الهوى ومعانا أستاذ الدكتور محمد بي عبد الرحمن أستاذ الأورام بكلية طب جامعة القاهرة عشان يجاوب لنا على كل الأسئلة دي أهلا وسهلا دكتور محمد أهلا وسهلا دكتور عيد وعلى وسهلا بكل السادة المشاهدين منورنا وان شاء الله كده بإذن الله نبدأ نبسط الموضوع خالص للسادة المشاهدين عشان يفهموا يعني ايه أورام الثادي لو بدأنا كده بداية عايزين نفهم يعني ايه أورام الثادي يعني ازاي نميز يعني اول يعني ايه ورام حميد يعني ايه ورام خبيث ونميز منهم ازاي طبعا محرك مشكورا في المقدمة ذكرت ان الموضوع قومي لان يخص المرأة والمرأة يعني انا بقولها مش نص المجتمع المرأة هي المجتمع كله بالضبط لانها هي نص المجتمع وطرع النص الاخر المرأة هي الزوجة وهي الام وهي الاخت وهي الابنة فهو موضوع يهم كل مواطن في العالم عشان نفهم يعني ايه سرطان ثادي عايزين نفهم يعني ايه سرطان الاول يعني ايه سرطان وايه الفرق بين السرطان اللي هو البن سميل ورام الخبيث ويهي الورام الحميد عشان نفهم يعني ايه سرطان حقيقة لازم نكوننا فاهمين ان جسمنا ده بتكوى من وحدات صغيرة جدا دقيقة جدا اسمها الخلايا واي حد درس علوم بيولوجية او حيو يعرف الخلايا دي حاجة صغيرة جدا 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 في مسألة انقسام وتكاثر عشان جسمنا يكبر الطفل بتقول الصغير يكبر وزنه بيزيد ده عبارة عن تكاثر وانقسام في الخلايا لما انا اتجرح او تعور وجسمي يعوض وجرح ده التائم ده عبارة عن انقسام في الخلايا فالانقسام في الخلايا هو شيء طبيعي وبيحصل يوميا تقريبا ومحكوم من عند ربنا سبحانه وتعالى بالية شديدة التعقيد وشديدة الدقة هذه الالية لو حصل فيها نوع من العطل لو حصل فيها نوع من العطل اصبح لانقسام غير متحكم فيه انقسام غير طبيعي اتكونية خلايا كتير قوي هو ده الورم السرطان عشان نميز الورم السرطان يعني الورم الحميد هو الحقيقة فيه عشان نبسطها للجمهور فيه فرق او فرقين بسيطين جدا جدا لكن بناء عليهم بينتج الشراسة العنيفة للورم السرطان الورم الحميد اذا تشال كويس جراحيا وحاجر راحه تعالى مدارك جيدا اذا تشال كويس جراحيا لا يعود مرة اخرى ده اول فرق الفرق التاني ان الورم الحميد هو موجود في مكانه ورم حميد في الثادي هيظل في الثادي ورم حميد في الرئة هيظل في الرئة الورم السرطاني لا ممكن ينتشر الى اعضاء اخر يبقى القدرة على الارتجاع بعد الاستقصال الجراحي الجيد والقدرة على الانتشار الى اعضاء اخرى غير العضو اللي نشأ فيها هي دي الخاصيتين اللي بيميزوا الورم السرطاني يعني الورم الحميد وهم دول اللي بتسببوا في كل المشاكل اللي بنسمع عنها من الورم السرطاني طيب لما نريد بقى الوقت نقول بس قبل ما نخش في الورم السرطاني عشان ده يبقى كلام مهم بعد كده ايه الاورام الحميدة المنتشرة اللي بتقوم موجودة في الانيسات والسيدات كده لو مثلا ممكن كل واحدة تفحص نفسها طبعا حركة تقولنا ازاي الفحص يتم ازاي الواحدة لما تفحص نفسها ايه الحاجات اللي ممكن وهي بيديها كده بس تكتشفها فنقول لا ده انت لما تلاقي الكلام ده 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 يبقى يا ورم حميد يا ورم خبيث بعد الشر يعني فانت لازم تروح للطبيب فاحنا عايزين بس نبسط للسيدة ازاي تبدأ هي نفسية تبدأ تفحص نفسها في الاول خالص طبعا الاورام الحميدة يعني انواعها كتير قوي واحب اطمم برضو الانيسات والسيدات اللي بيستمعوا لنا ان معظم معظم الاورام الحميدة لا تتحول الى اورام خبيثة بالنسبة للأورام الثادي يعني اورام الثادي الحميدة في اغلب الاحوال لا تتحول الى اورام سرطاني بالنسبة للفحص الذاتي هو مش مطلوب من السيدة او الانيسة غير حاجاتها بس انها تشعر بحدوث تغيير او ظهور ورم او شيء غير طبيعي في الثادي التمييز بين الورم الحميد والورم الخبيث بيحتاج فحصات اعلى شوية بيحتاج موجات صوتية او اشعات المامو جريم بيحتاج اخذ اعيانا حيانا لتمييز الورم السرطاني وورم الحميد فكل مطلوب من انا في الفحص الذاتي ان احنا نميز هل حدث تغيير عن اللي انا متعودة عليه في صدري ولا لا هل ظهرت حاجة جديدة او لمب ورم حاسه باديه ولا ما حصلش اذا حصل حاجة غير طبيعية عليها التوجه فورا للكشف الطبي وهو اللي قدر يمشيه في الخطوات المطلوبة لتمييز الورم الحميد عن الورم الخبيث طيب هل بيبقى فيه مثلا بردك قبل ما نخش في التشخيص الاصل لحركة التلافات المنظرية هل بيبقى فيه مثلا بعض الحاجات اللي ممكن لو ظهرت غير يعني من غير بما تفحص نفسها مثلا افرازات معينة اللي هنا بتطلع مثلا افراز او دم او اي حاجة يعني هل بيبقى فيه ساعات كده علامات alarming كده او يعني بتدي علامات خطر يا جماعة خلي بالك انت كده استاذ يبقى فيه حاجة غلط مصبوط طبعا طب تعانيك كلمة عن الفحص الذاتي بالمرة يعني فيه شوية علامات طبعا لو ظهرت هنتوجه للطبيب فورا يعني ان انا حس ورم في الثادي هتوجه للطبيب ان يكون فيه افرازات افرازات غير طبيعية افرازات غير طبيعية افراز الطبيعي هو الافراز اللبني اللي بيظهر من الثاديين اثناء الرضاعة وفي الفترات الاخيرة من الحمل اي افراز بيجي بالذات لو جي من ناحية واحدة يقلق اذا كان مدمم اي تغييرات في الجلد زي ظهور قرح زي ظهور ندبات زي ظهور بعض النتوءات في جلد الثادي ده يقلق ظهور بعض الاورام تحت الابط او فوق الترقوة يقلق يقول لها اعراض تستدعي الزهاب للطبيب فورا والفحص نا كم نجي نتكلم عن الفحص الذاتي ببساطة السيدات اللي قبل انقطاع الدورة يريد تختار التوقيت المناسب اللي هو مع نهاية الدورة بنقولها دائما كده وانت بتاخد الشهر بتاع انتهاء الدورة الشهرية هنبتد نعمل الفحص الذاتي بالنسبة للسيدات الاكبر سنة اللي الدورة لم تنقطع عندهم بعد انقطعت بالفعل عندهم انا اسف عليهم ايه اختيار يوم محدد في الشهر مثلا نقول يوم واحد في الشهر او اخر يوم في الشهر عشان نبقى مسبتين وما ننساش الفحص عبارة عن ايه عبارة عن ان انا هبص على نفسي في المراية وانا قاعدة سيداته بقاعدة ابصة في المراية وهفحص باليد بالنسبة للفحص بالعين بنبص على الايه في الثادي بنبص على حجم الثادي بنبص على مستوى الثادي ونبص على اتجاه الحلقة اي تغيير غير الطبيعي ده من نقول الطبيعي ايه هو الطبيعي هو اللي انت متعودة عليه يعني حجم الثادي طبيعي ممكن يكون فيه ثادي اكبر من التاني لو هو ده لا متعود عليه طول عمر ينفيش مشكلة خلص لكن اذا يجد زيادة في حجم ثادي او انكماش في حجم الثادي يعني لا متعود عليه بديه علامة الثادي التوجه للطبيعي طيب الحجم ومستوى الثادي ممكن يكون واحد اعلى من التاني شوية ده شيء طبيعي بس لا ما متعود عليه بغض لو تغير حاجة على ما متعود عليه يبقى اهنا نتوجه للطبيعي اتجاه الحلمة ده من اتجاه الحلمة الطبيعي هو للامام وللخارج وللأسفل اذا حصل تغيير في اتجاه المثلات دول بدل ما بقى الامام بقى للداخل الحلمة تستدعي التوجه للطبيعي كلام ده كله بنعملوا احنا قاعدين قدام المراية ازا ما قلنا في يوم اتفقنا على تحديده بعد كده الفحص اليدوي بيتم في مرحب على وضعين وضع في الجلوس ووضع في النوم والفحص بيكون باليد المعاكسة يعني الثادي الايصر باليد اليمنى واليمين باليد اليسرى بنحاول نقسم الثادي الى اربعة مناطق منطقتين اعلى الحلمة ومنطقتين اسفل الحلمة ومنطقتين يمين ومنطقتين شوية وبقسم الثادي الاربع مناطق وبنحاول نفحص كل منطقة على حدة بحركة راحة اليد دي كده بحركة دائرية خفيفة في الاول بعدين نضغط بقوة اكتر شوية في الاربع مناطق ساعات الثادي بقى حجمه كبير شوية فبنحاول نفحص المنطقة السوفلة بتقسم معنا في الاربع مناطق ومنطقة القبط برضو بنعتبرها منطقة مناطق وجبة الفحص الفحص ده يريد دائما براحة اليد بلاش بي لان هم بعض الناس يعني دائما بيفعصوا هيحسوا حاجات صغيرة كده زي الترمس وهتخاف وهتجري على الدكتور هي دائما بالراحة بالصابع كلها على الواقع مش بكده الحبيبات الترمسية اللي تحسها دي لو هي التزمت بالمعادة اللي قلنا عليه مش هتحسها وزي ما هيك أضفت براحة اليد بلاش بأطراف الأصابع والطفعيز ده لان الحبيبات الترمسية دي طبيعية طبيعية في معظم السيدات هنرجع نقول برضو الاحساس بالثادي الطبيعي هو لنا متعود عليته العمري إذا حصل تغيير عندنا متعود عليته العمري حسيت أي كلكوع أي ورن في أي حتة ليس عليها أي شيء سوى التوجه للطبيب هو اللي هتطلب الفحص المناسب سواء كان صنار أو مامو جرام المامو جرام بناءا عليه هنقدر نحدد هل فيه احتمالين ده يكون ورن حميد أو خبيث وبناءا عليه ناخد عينة للتشخيص يبقى احنا كده بعد ما قلنا الفحص اليدوي وخدنا كمان معاه الفحص الكلينيكي اللي هو السونار والأشعل المامو جرام اللي بتتعامل عشان نقدر نعرف نوصل إذا كان فيه حاجة ولا لا ولو هناخد عينة طيب راحت الست للدكتور وطلب لها المامو جرام وطلع إنه هو لا قدر له فيش تباه وخد عينة هتتبقى تتحلل باسولوجي نزبوط نبدأ بقى نخش إيه الخطوات اللي بعد كده تمام هو طبعا المامو جرام بيقسم الصورة في الثادي الخمس أنواع فيه نوعين ما نلاقش منهم ده ورم حميد وفي الغالب ما بناخدش منه عينة لو برد لو تقسيم بتاعت برد آه برد بالضبط وفيه يعني نوعين أو درقتين واضحين جدا إنه هم باحتمال السرطان فيهم عالي وبالتالي لازم لازم ناخد عينة وهنا بقى نحب يعني نأكد على مستمعاتنا الكرام العينة ما تخوفش بالضبط إنه كان عندهم فيه مبدأ قديم كده طلعا المتاشر الليقولك لو دخلت الإبرة مجلت الورم كلام غير صحيح بالمرة كلام غير علمي بالمرة التشخيص الأورام السرطانية على وجه العموم وسرطان الثادي على وجه الخصوص التشخيص الأكيد ليه هو أخذ عينة نسيجية من داخل الورم العينة لا تساعد على نشر الورم العينة لا تؤذي المريضة العينة آمنة تماما طيب خدنا عينة وتشخص إن ده ورم سرطان هنتوجه للطبيب المختص والحقيقة النهاردة اتخاذ القرار في علاج سرطان الثادي ما بقاش طبيب واحد بقى النهاردة لازم طبيب الأشعة اللي خد العينة مع طبيب الأنسجة اللي حللها إن التحليل الأولين ما هواش كفاية بنعمل أكثر من تحليل بعد كده طبيب علاج الأورام سواء العلاج الإشعائي أو العلاج الكيميائي وطبيب جرحة الأورام أو جرحة الثادي المختص هي مجموعة كبيرة في ساعات يضيف عليهم ساعات بيحب دايما دكتور الثادي اللي هو جرحة الثادي يستعمل لدكتور تجميل عشان لو لا قدر الله إنه هو في أثناء العملية طيال criterهم هو ساعات ساعات جراحين الثادي هما اللي بيعملوا بيعملوا الإجراء التجميل وما ساعات بيجيب معا دكتور تجميل مخصوص جرحة تجميل عشان لو هيعمل حاجة يعني مخصوصة مظبوط احنا بس قبل ما نبدأ تاني احنا نرجع نقول ان هو دوتي ده جيه عايزين طب برضك قبل ما كنت السؤالي معنا الحاجة ام احمد الو سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفضلي يا امو احمد اهلا وسهلا عليكم ممكن حضرتك اكلم الدكتور محمد الدكتور محمد بيه مع حضرتك تفضلي السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام وحضرتك اعمل ايه الحمد لله انا عامل عملية في صدري من اربع سنين فمطرح العملية دائما وجامت كده والعظم بيشاكشتني من تحت دي كانت عملية ايه يا ماما شعيل صدر اه يعني شلتي ناحية من السادي صح؟ اه شعيل الصدر اه من اربع سنين من اربع سنين تمام ومشيين حالين على رأس علاج هرموني او حاجة اه الحمد لله مشي على علاج مصبوط الحمد لله تمام والواجع العظم ده في الجسم كله ولا العظم الضلوع اللي تحت العملية بس طي اللي تحت العملية بالذات طيب نجامد وبيبقى فيه زي حرقان كده طيب تمام احنا بنفحص عند طبيب مختص كل 3 او 4 شهور طيب احنا محتاجين بس نعمل فحص يدوي عند الدكتور المختص سواء دكتور الجراحة او دكتور الاورام لتنين يدري يفحص حريق كويس يتأكدوا بس ان فيش اي حاجة مكان الجرح الام العظم نفسها لو في اكتر من عظم برا منطقة العملية ممكن نعمل فحص المسح الزري على العظم او فحص حشاشة العظم حسب تقييم الطبيب المختص لان ممكن بعض الاقراص الهرمونية بتحسس بنوع من الهشاشة في العظم وده بس محتاج تعويض فيتامين دالو وكالسيوم يريد لو نهتم بالغزة الجبن والالبان التعارض للشمس والمشي كل يوم ولو تلتة او نص ساعة شكرا شكرا قبل بردك ما كنت اسأل سؤالي اللي عجبني ان حرك برك لما قلت ان هو لو فيه بعض الادوية بتاعم بعض الهشاشة ما اكتفتش بانك زي بعض الاطباء اللي بيطلع يقولك خد فيتامين سي خد فيتامين دي وخد مش عارف ايه وانواع من الكالسيوم لا انت حرك لفت نظره ومدير اهم حاجة جماعة اللي انا عمل اقولها ان الفيتامين دايريت تتاخد حاجات ناتشور حاجات طبيعية الجبن والالبان هكيد جبن والالبان وتعرض للشمس اللي بقول الشمس هي فيتامين دار او الله يا جماعة الناس لو تعرف قد ايه دي اهمية الكلام ده دي بيخرج ومع ذلك يقولك يا لابنا باخد خلاص اقراس لا كلام دكتور محمد هو صح ده الصح ان احنا لو سمحتوا بعد اذنكم ياريت الشمس مع الماش دي مهمة او دي حاجة مع اكل حاجات طبيعية طيب نرجع تاني بقى احنا حركة احنا قلنا ان هو شخص نورام سرطاني وفيه جروب من الدكاترة هما دول هايبقوا مسؤولين امتى يعني انا كنت دايما اعرف المعلومات البسيطة ان هما في نوعين كبار للأورام السرطانية تمام ايه هما وايه الفرق بينهم طب هو طبعا يعني هنقول له الدكاترة بدون بيفكروا مع بعض وهو نحنا من كترة اعداتنا مع بعض بقيت انا كدكتور علاج أورام بقى عندي فكرة عن الاجراءات الجراحية وهو كجراح بقى عنده فكرة عن انواع الورام التفصيلية البكالوجية اللي هتخص دكتور الأورام فهنقول احنا بشكل يعني عريض كده بنفكر ازاي بدون برضو تعقيل التبسيط للسادة المشاهدين احنا بنفكر في ورم الثادي السرطاني في حاجتين أساسياتي هو في أنه مرحلة وهو أنه نوع زبا حياتك ذكرت النوع هنا يعني النوع النسيجي كانوا نوعين الأساسيين في زبا حياتك ذكرت بس النهاردة في حاجة اسمها النوع البيولوجي النوع البيولوجي ده بحتاج تحليل آخر على العينة أربع مستقبلات بنعملهم اتنين مستقبلات هرمونية فيه مستقبل بتاع الهيرتو وفيه مستقبل بتاع سرعة تكاثر الخلايا بالأربع مستقبلات دول بنقسم أنواع الورم السرطاني في الثادي إلى أربع أنواع من الناحية البيولوجي والمراحل زي معظم السرطانات هم أربع مراحل المرحلة أولة تانية تالتة ربعة وأربع أنواع بيولوجية فيها أنواع شديدة الخطورة فيها أنواع متوسطة فيها أنواع يعني طيبة جدا جدا وهادية جدا جدا حسب بقى المرحلة الكام وحسب النوع البيولوجي بنحدد العلاج بتاعنا هو إيه وترتيبه إيه هو إيه يعني هل يعني محتاجة جراحة ولا لأ محتاجة علاج كيميائي ولا لأ محتاجة علاج هرموني ولا لأ محتاجة علاج موجه ولا لأ محتاجة علاج مناعي ولا لأ دي العلاجات الموجودة حاليا يعني الأغلب فيه سرطان الثادي ومحتاجة علاج إيه ومحتاجة ترتيبه إيه يعني هل هبدأ بالجراحة ثم العلاج الكيميائي أو الجراحة ثم الهرموني أو العلاج الجراحة ثم الإشعاعي واللي هبدأ بالكيميائي الأول والموجه الأول بعدين أدخل بالجراحة اتخاذ القرار المناسب لكل مريضة من حيث نوعية العلاجة هتتلقاه توقيته إيه وجرعاته إيه الحقيقة محتاج هذا التعاون بين هذا الفريق الكبير طيب بدام إحنا قلنا دوقتي إن إحنا فيه كذا حاجة كذا يعني كذا مجال زي محركة أسمتها كده بيولجي الأول لأول أربعة غير الترتيب بتاعه طيب إحنا نقول إن فيه مريضة راحت ومعها أنا دوقتي معايا بصولجي بيقول كذا وعملته الفحص أو المستقبلات البيولوجية وعرفته ده درجته كذا طيب عايزين نعرف برضك معلش إيه الأنواع اللي هي يستحسن فيها نبدأ الأول بيعني هل بمتوقفها على الحجم ولا على الجريد بتاعته ولا على المستقبل البيولوجي بتاعه بحيث إيه اللي هيبدأ الأول اللي إحنا ناخد له كيماوي الأول أو علاج موجه الأول وإيه اللي يبدأ جراحها على طول طيب هو كل كما حكرته كله صحيح كل الحاجة ذكرته صحيح يعني نقول المراحل فيه عندنا مرحلة رابعة نستثنيها كده في الكلام الأول دي مرحلة المتشار بعد الشر اللي إحنا مش عايزين نكتشف المرضى في المرحلة دي عايزين نكتشف المرضى دايما في المرحلة الثالثة وأفضل في الثانية وأفضل في الأولى وأفضل حتى فيه مرحلة سعاد بن سماء مرحلة سفر كل ما اكتشفنا المرض مبكر كل ما قللنا عدد العلاجات اللي أنا ذكرتها دي كلها وكل ما توجهنا إلى علاجات أهدى زي العلاج الهرموني مش الكيميائي وكل ما استفدنا أكتر من العلاج في يعني جودة الحياة وفي مدة الحياة اللي ربنا كاتبها فالمرحلة الرابعة هي أسوأ المراحل وهي في الغالب لا تستفيد من إجراء الجراحة للأسف آه المراحل الثلاثة الأولى بتستفيد من إجراء الجراحة لكن زي ما ذكرنا الترتيب ونوعية العلاج المساعد معاه هيعتمد على النوع البابش احنا بعد ما اخذنا العينة وقال الدورة بسرطاني من نوع فلاني وقالنا بنعم عين المستقبلات الأربعة فيه أنواع زي ما حاجة ذكرت حساسة جدا جدا للعلاج الكيميائي وبالتالي بتستفيد من العلاج الكيميائي قبل الجراحة في مسألة تصغير المرض طبعا أنا عايز أصغره لقبل الجراحة لأن ساعات بيكون حجم الثادي صغير بالنسبة لحجم الورم أو العكس حجم الثادي كبير بس الورم كمان اكتشف من حالها متأخرة وحجمه كبير قوي الجراحة لو دخل على طول كجراحة هيقول أنا هشيل الثادي بالكامر طب احنا عايزين نعمل عملية تحفظية ونحصل على نفس النتائج طب الجراح مش هدير ما عملية تحفظية بأنا بساعد بالعلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج الهرموني المساعد قبل الجراحة لتصغير حجم الورم بحيث بأس بحجمه مناسب لحجم الثادي ويقدر يستقصل استقصال جزئي من غير ما يشيل الثادي بالكامر اللي هو العلاج التحفظ بس الحركة تقوله اللي هو الجراح بالنسبة للجراح إن احنا نحاول نحافظ على الثادي ما نشيلش كله اه نشيل الورم بس بمنطقة منح حول الورم وبنشيل بعض الغدد الانفهو حتى التحافظ نهار ده في الغدد الانفهوية بدأ ما كنت باشيل زمان كان بيشيله بالأربعين والخمسين بعد كده بقى منتكلم على خمستاش وعشرين غدد النهار ده بنيتكلم على الغدد الحارسة الغدد الحارسة زيانا بقى هشيل غدتين تلاتة ممكن لغاية خمس غدت فقط من الإبط لو طلعوا سلام أنا اطمنت إن الغدت سليمة ومش أكمل استصال أكتر من كده ده بيفرق إيه مع المريضة تشيل غدتين والتلاتة والعشر والخمسة يفرق معها بعد كده في جودة الحياة النهار ده لما كان بيشيله اربعين وخمسين غدد زمان كان الدراع بيتورم يعني فعلا كان تورم شديد وتورم بالسأل الانفاوي حليك طبعا انت تعلم جيدا إن ده بيبقى تورم ناشف بيخلي الدراع حركته مش كويسة وشكله مش كويس النهار ده بيشيل غد حارسة غدتين تلاتة اربعة أو خمس غدت حتى الدراع بيبقى زي وزي الدراع السليم تقريبا بقاش في فرق فالنهار ده تقليل الاكستنت أو المدى بتاع الجراحة مع الحفاظ على القضاء على المرض بشكل كامل فرق كويس قوي قوي في جودة حياة المريض وهو ده اللي أنا كنت عايز ألفة نظر لي للناس يعني أنا عمال عيدي السؤال أو بحاول ألف حلولي السؤال شاء الناس تفهم يعني إيه يا جماعة إن ما ينفيش حاجة اسمها أنا لا قدر الله عندي لا قدر الله عندي سرطان سدي يبقى روح لجراح يروح شاير السدي كله وخلاص ما فيش الكلام ده ده وقت الكلام ده ما عادش موجود ده أسلوبه مرسل قديم جدا خالص وهو ده للأسف المتورس حاليا في الأفكار بين الناس يعني لو بتيجي تقول لحد مثلا نروح لقدر الله يعمل الفحص السدي ويعمل 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 أصلا يشيله السدر لأ بلاش خليني عايشك كده لغاية ما موت أصلا أنا خايف لأن لو روحت هيشيله السدي كله بالكامل فالحكاية دي للأسف بتأخر التشخيص وبتأخر العلاج وبتوصله المرحلة وبتوصله أكبر شوية وهو ده لا يوصلنا نحن نشيله بالكامل أو أنه نحن ببقى شحة ما عارفين نشيله بالكامل لأنه خلاص انتشر تأخر بشكل كبير فإحنا نحن بنقوله أنه نحن كل مكان التشخيص بدري بلاش يعني ما تعملوش زي الناس مثلا لما يقول لكي أنا ريئي بينشف وبخش الحمام كتير تبروح حلل سكر لا 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 لحسنية طلع عندي سكر كأنه لو حلل السكر هيجي لا هو لو ما حللش السكر هيتأخر في تشخيصه وبالتالي هنتشف مرحلة متأخرة عند مضاعفات قد لا نستطيع علاجها بالشكل الأمس عشان كده بنقول يا جماعة لو سمحتوا بعد إذنكم يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله دلوقتي طرق التشخيص سهلة جدا متوفرة جدا ومعاردتش غالية زي زمان بقت كلها رخيصة ومتوفرة في المستشفيات بقت كلها مجانية يعني حاجة ذكرت في الأول سيارات الكاشف لا ده النهاردة مش سيارات بس نهاردة السيارات وتقريبا جميع الوحدات الصحية فيها طبيبات مدربات بشكل جيد على الفحص الإكليميكي للثادي ومجرد ما بيلاقوا أي مشكلة في الثادي تستحق عمل الأشيعة المموجرام أو أصنار بيتعامل مجانا العينة مجانا تحليل الأنسجة على العينة مجانا يعني حاجة دي كان الجراحة الجراحة مجانا العلاج الكيميائي والموجه العلاج الموجهة النهاردة أسعاره عالية جدا جدا لا متوافر في معظم المستشفات الكبيرة في وزارة الصحة والجامعات المصرية بدون أي تكلفة يا جماعة ما هو ده اللي احنا عايزين نفهمه لكم الموضوع ما عادش صعب زي زمان انت دلوقتي كان زمان انت مسؤول عن نفسك انك تتعالج وتشخص وتعمل كله على حسابك دلوقتي زي ما دكتور محمد بي قال يا جماعة أرجوك ولو سمحتوا توجهوا وابدأوا أعملوا الفخصات بتاعتك وبعدين زمان كان يقولك لا لما الست بعد شهر يعني يعني يقولك ده دي لما تكبر قوي قوي والدورة شهرية تقطع تبدأ تروح تفحص نفسها لا أنا أعتقد دلوقتي دكتور محمد ليه أراء تانية مختلفة لا لا الفحص الفحص الذاتي المفروض أنه هو يوصى به بمجرد وجود الثادي يعني أولا بنت تبلغ يبتدي حجم الثادي يظهر المفروض أنه مامويتها هتعلمها إزاي تفحص نفسها ذاتيا للكشف المبكر الكشف المبكر ملوش عمر بداية ولا عمر نهاية بيبدأ مع وجود الثادي وينتهي مع المريضة مدى الحياة ما بيقفش طيب والشيك اللي هو بتاع المامو جرام أو بتاع السنار اللي على الثادي الأورام الحميدة في الثادي في أغلبها لا تتحول إلى أورام خميس في أغلبها وبالتالي حتى بعض الأورام الحميدة ممكن منشلهاش لو هي مش بداية المريضة في حاجة ممكن منشلهاش خالص فهي المتصلة شالت الحمد لله خلاص وطلع أورام حميد وده تحليل نسيجي دقيق يطمنا مش مطلوب منها حاجة غير اللي اتفاقنا عليه في الأول من شوائز غريب اللي هو الفحص الذاتي مرة كل شهر ولو حست بحاجة غريبة هتفاجه للفحص الطبي وممكن بعد سن الأربعين أو الخامسة واربعين يعمل مامو جرام كل سنة بشكل عادي مش لأننا خايف أن الحميد يتحول لخبيث لكن لأنه زي ما قلنا أن أي سيدة معرضة احنا قلنا في عوامل مهمة أو عوامل خطورة أهمها أن يكون فيه وراسة الأمة أو الأخت أو كده ايه تاني من العوامل اللي ممكن نخاف منها هو طبعا هو أهم عامل دائما بقول هو وجود الثادي يعني قبل البلوغ مفيش الثادي فأنا مش خايف الرجالة الثادي عندها عضو ضامر فاحتمال الإصابة فيه يعني ضعيفة جدا 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 يعني بنقول واحد في المتين فأول حاجة وجود الثادي عشان أول ما هنبلغ هنبتدين هاتم بالإيه بالفحص الزادي بعد كده في بعض العوامل حقيقة أنا بحب أسمها تسيمة كده يعني أقرب للساد المشاهدين ومستعملين عن التعقيد الأكاديمي في عوامل أنا أقدر أتحكم فيها أنا كسيدة أقدر أقللها وقالي الفوروس أصبت منها وفي بعض العامل ما أقدرش حكمها فهعمل فيها إيه هاهتم بنفسي أكتر لو عندي العامل دي كويس زي ما حاجة ذكرت العامل الإصابة في العيل أو العامل الوراسي ده ما أقدرش غير خالتي جالها سرطان مش هادر رجع زي ما أعملها السرطاني عندي إصابة جينية ثبتت بالفحص الجيني دي حاجة الدورة جات في سن مبكرة يعني الحياة الدورة ما تيجي قبل سن 11 أو 12 سنة وده ما أشوف البلاد الحارة وأفريقيا ومن دمناها مصر ده برضو عامل مساعد لحدوث أورام سرطاني الثادي أو تأخر انقطاع الدورة بعد سن الخمسة وخمسين سعبت تستمر الدورة بعد سن الخمسة وخمسين ده عامل من عامل الخطور بس دي كلها عامل غير قابلة للإصلاح ما أقدرش عامل لها حك لكن لو لقيتها عندي هاتم بنفسي أكتر طيب في عامل تانية قابلة للإصلاح جيدا بقى زي إيه زي السمنة بلس حيبتكلم على التعرض للشمس والمشي والتغذية السليمة زي السمنة زي التدخين زي الكحليات زي بعض الأقراص الهرمونية التعويضية بعد انقطاع الدورة دي مهمة لا 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 دي مش نجري عندي لا لا لأن دي للأسف معلش الأسف بقاطة حضرتك بس دي فعلا أولا الأقراص الهرمونية اللي بياخدوها دي لها يعني أو بتتاخد في مرحلتين مرحلة أن بعد قطعت دورة بعض الأطباء للأسف للأسف بيلجأوا إليها عشان الأعراض اللي بتيجي بعد قطعت دورة من السخونة والهرش والجسم ويسخنوا مش عارف إيه أو عشان في بعض السيدات تقولك لا أنا عايز عايز أحافظ على جمالي وعلى رشق على نفس شكل وشي وجسمي يدنوا زي ما هو ده جزء إنما في جزء تاني كانوا بياخدوا القراص التعويضية دي للأسف للأسف إنه عشان يقولك أنا طالع أعمل عمرة أو طالع أعمل حج فيبدأوا ياخدوا قبلها بشهرين عشان الدورة ما تجيش ويرجعوا كمان بعد ما يرجعوا إلى غاية ما يخشوا تاني بيتهم يدنوا ماشيين عليه بيندقوا عن كده بيعمل رهيب جدا في السيكل بتاعتهم ده بردك من الحاجات يعني أنا عرفت هنتكلم عن الشيقين طبعا نتكلم عن الشيق التاني الأول هو الشيق التاني بتبقى فترة أسف ففترة أسفني كامة على شهر أو شهرين وساعة تلاتة بيقودوا تلاتة وشهر يعني دائما هذا على حسن الدكتور اللي كاتبها لك سرطان الثالث أو أي سرطان أمتلكم هو مرض مزمن ما بيحصلش نتيجة يعني مشكلة في فترة أسفر أو شهر أو شهرين حتى برضو بعد السيد بتسأل سيد ما تحملش أطباء النساء بيدوهم هربونات عالية جدا جدا لفترة أسفر عشان استحساس التبويض عشان نقدر نعمل عملية تلقية الصناعة كل الحاجة دي آمنة آمنة هنخرج بس فصل ونرجح تنكمل بعد الفصل عزيز السادة المشاهدين أهلا ومرحبا بيك عودنا إليكم بعد الفصل عشان نكمل حوارنا الشيك مع الدكتور أستاذ دكتور محمد عبد الرحمن أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة عولة الحديث والجديد في أورام السادي كنا وقفنا قبل الفاصل مع الدكتور محمد على الناس اللي بتاخد هرمونات إقراس هرمونات عشان حاكتين يا إما عشان الدورة قطعتهم وبيحاول يحسنوا جسمهم أو عشان يخفوا الأعراض بتاعة اللي قطعت دورة من الحمار والحرارة أو الناس اللي بتاخدها ساعات عشان تمنع الدورة عشان هي طلع عمرها أو حج بتفضل الدكتور محمد به طعب زي ما تفضل بالناس بالنسبة بالشيق التاني الأول اللي هو طلع عمرها أو حج وخايفة دورة جيلة هناك وتأثر على المناسك فبتاخد هرمونات منع حمل نقول أول حاجة هرمونات الحمل هي علاج دواء ودواء هرموني ما هواش دواء وصي ما هواش دواء تصرفنا الصيدلية فلازم يتم تحت إشراف طبي دي أول حاجة تاني حاجة دوره بقى كسرطنة الحقيقة السرطنة زي ما قلنا مرض مزمن وحدوث السرطن محتاج استمرارية استمرارية في العمل المسبت أو العمل الخطورة اللي من ضمنها الهرمونات العالية فحتى الهرمونات اللي هي الهرمونات الاستروجين العالي جدا اللي كاي بتستعمل زي ما بقى النهاردة تقريبا شبه مش موجودة في الأسواق كان استعمالها فترات أقل من أربع أو خمس سنين ما كانش بيسبب سرطنة زي أكتر من كده كان بيسبب فاستعمال حبوب منع الحمل عن مثلا لفترات طويلة دون إشراف طبي ده غلط ده حتى بهدفها الأساسي اللي هو منع الحمل طب بهدفها اللي هو الديني أو للعمرة وتكراره ونشره بقى كل سيداته بتوصف للتانية طبعا ده غير مقبول كان أحياء طبية وكان أحياء دوائية وإن كان إن شاء الله نسبته أو قدرته على أحداث السرطان إن شاء الله ضعيفة ده بالنسبة للشق التالي قبل ما نبدأ بقى في الشق الأولاني عندنا بس معنا أستاذ عزت من الشرقية ألو ألو سمع لك يا دكتور ولي أهلا وسهلا أستاذ عزت تفضل حراك سمعينك معاك الدكتور محمدي أهلا وسهلا بالنسبة لتحليل البيئة السي أفاند من دلالات أورام البرستاطة أيوة بيممكن نجيب أورام المسانة برضو عشان العائلة فات تاريخ مرض يعني لا يفتغ مالك في المدينة لا هو أنا هرد بقى يعني طبعا دكتور محمد بيئة أستاذنا بس عشان ديتي مسالك البيئة السي ده دلالات أورام البرستاطة مالوش علاقة خالص بأورام المسانة خلاص أورام المسانة ده عادي تمام فوق خمسة واربعين سنة إنما ممكن حرك بتعمل أشعة الفيزيونية كل سنة على المسانة بيتبين لو لا قدر في أي تحورات إنما هو بصفة عامة البيئة السي ده للبرستاطة فقط ما هواش للمسانة معلش نسي ترجع للشق الأول نرجع بقى اللي هو الناس بتاخد عشان أطعت الدورة الدورة أطعت فأنا حس أننا لو ما أخدتش الهرمونات التعودية اللي كانت عندي قبل انقطاع الدورة أنا كده بيتش ست ريجاردين بقى يعني من ناحية الوزن من ناحية الشكل من ناحية الجمالية إذا حكلت الهوت فلاشيز السخنية والصعد اللي نحاس بيه فانتفع لحاجة أول حاجة بقى بلوزي نفسي بس كده انقطاع الدورة مش عاني كده بيتش ست بالزبط ده حدث طبيعي بيحدث مع أي سيدة والشباب شباب القلب وموجود بعد الاربعين والخمسين والستين والسبعين تمام فدي أول حاجة الحاجة التانية إذا كان عندنا بعض الأعراض الشديدة اللي مش قادرة تأقلم معه إن كان بيحدث تأقلم خلال أول سنة أو سنتين بسهولة جدا جدا في بعض الأدوية غير الهرمونية يعني عشب بس نشكرش أسماء بس أدوية بتوصف تحت إشراف طبي حاجة وإدوية قادرة على تقليل الشعور بهذا الصهد أو هذا الفوران اللي بيطلع من الراس الحاجة التانية الرياضة التغذية السليمة التعويض ب فيتامين دال وكالسف زي حاجة ذكرت في الأول لا بلاش فيتامين دال وكالسف مش حاجة من الراس عندنا اللبن عندنا الجبنة عندنا تعرض للشمس الحاجات دي كلها على بعض مع إن أنا أحط في زاكرتي وفي عقلي وفي وجداني إن أنا ده حدث طبيعي بيحدث لكل الناس وأنا ما زلت سيدة ونبعد بلاش عن الهرموني التعوضي الحقيقة بعد انقطاع الطمس لأن تأثيرها المصرط العلي طبعا مفروض إن إحنا كان فيه لسه هنكمل على الأربع أنواع من العليل اللي هو الهرموني والكيميائي والإشعاعي والموجه بس ديان خليهم معلش عشان الوقت بتاع الحلقة يجري بسرعة تمام دائما الوقت الحلقة حيث والله بجد إحنا فهنا سعداء جدا بوجود حرك معنا وانت ماشى الله فتحت المواضيع وفتحت الناس كل تقريبا الاتجاهات اللي احنا كنا خايفين منها فأنت تقريبا طمنت الناس كلها يعني ربنا يا رب ديكس على وعد بقى من حركة إن شاء الله باللقاء تاني بقى تكمل لنا العلاج الباقي اللي هو العلاج الأصلي بتاع شرف نعمل حلقة للعلاج خاصة ربنا نخليك يا رب شرف في نهاية حلقتنا بنشكه أستاذ دكتور محمد عبد الرحمن أستاذ الأورام بكلية طب جامعة القاهرة كلية طب الأصر عيني على تشريفه لينا وإجابته على كل الأسئلة اللي كانت بتهمكو وإن شاء الله على وعد بإذن الله باللقاء جديد عشان نحاول نكمل فيه هذا الموضوع دو زي ما تعودنا كل يوم سبت إن شاء الله من الساعة 2 لتلاتة على الهوى بنتقابل معاكو عشان نناقش كل المواضيع الطبية اللي بتهمكو الإعادة بالليل بتبقى الساعة 10 مساء ونتقابل على خير بإذن الله إلى اللقاء